طبعاً وإنه يعني خلاص على أبواب الموسم الجديد من دور القسم الثاني في برنامج الدرجة الثانية هنا هنقول لحضراتكم في الحلقة دي أهم الصفقات اللي اتعاملت على مستوى المجموعات الثلاثة في صفقات كتير جداً مميزة على مستوى الأندية بل كمان في أندية دفعت يعني فلوس تضاهي الصفقات اللي بتحصل في الدوري الممتاز وده بيقول قد إيه إن الأندية في أندية بدأت تستسمر بجد في دور القسم الثاني وعندها حلم وطموح إن هي تصعد للدوري الممتاز يمكن من أهم الصفقات اللي حصلت في فترة الانتقالات في دوري القسم الثاني كان نادي الجونة الهابط حديثاً من دوري الممتاز وعنده طبعاً طموح إن هو يرجع بسرعة لدوري الأضواء والشهرة نادي الجونة عمل صفقات كتير جداً منها محمد السقى لعب وهدف صيد المحلة مقابل 300 ألف جنيه صيد المحلة كمان محمد العشري لعب أسوان وأيضاً محمد توكل لعب نادي أمبي السابق اللي في إن هو طبعاً من الأندية اللي أول مرة تسمعه اسمها في دوري القسم الثاني لكن نادي صعد بسرعة من أول سنة في القسم الرابع لتاني سنة في القسم الثالث والسنة دي على طول في دوري القسم الثاني يمكن من ضمن المفارقات الغريبة أن مدرب الفريق مدرب مجري اسمه جريدو عندنا طبعاً جريدو فيه الإسماعيلي مستر جريدو هو المدير الفني للنادي الإسماعيلي الإسباني الإسباني طبعاً جريدو لكن فيه لوفيينة فيه كمان جريدو يا ترى جريدو بتاع لوفيينة هيكون زي جريدو الإسماعيلي ولا إيه اللي هيحصل أكيداً تابع مع حضراتكم ده على مدار الموسم لكن نادي لوفيينة عمل العديد من الصفقات المميزة 12 صفقة تحديداً منهم حسن يوسف اللي كان بيلعب قبل كده في الزمالك وطلائع الجيش وكلكم فاكرينه ومحمد عصام الغندور حرس مرمى الأهلي والإنتاج الحربي والنيجيري أوين لعب سبورتينج السكنداري وعبد الوهاب موسى ناشئ الأهلي من موليد 2001 كمان في مجموعة القاهرة في العديد من الصفقات القوية بعض العقود دي في أندية القاهرة وصلت لمليون ونص لللاعب وده طبعاً رقم مش بنشوفه في بعض الأندية في الدوري المصري الممتاز كمان النادي الترسانة عمل العديد من الصفقات المهمة ونادي بترجيت عمل عشرين صفقة مرة واحدة في القسم الثاني وده ده رقم طبعاً كبير جداً لإنتاج الحربي كمان عمل عشرين صفقة وده رقم أيضاً من الأرقام الكبيرة جداً على مستوى القسم الثاني مجموعة بحري كمان فيها صفقات كبيرة جداً على مستوى الأندية في فطنطة 16 لاعب مرة واحدة في صفقات القسم الثاني أو استعدادة لموسم الجديد كمان بلدية المحلة 17 صفقة جديدة في بلدية المحلة وطبعاً ده بيقول إن احنا أكيد هنشوف اللعيبة دي بتدي مستوى مختلف وهتكون يعني داعم كبير لأنديتها وهتخلي شكل الدوري الممتاز القسم الثاني مختلف وهتكون فيه مباريات قوية للغاية مش بس صفقات يعني في محيط القسم الثاني أو من الممتاز للقسم الثاني لا ده كمان كان فيه صفقات من القسم الثاني انتقلت للدوري الممتاز وده بيقول قد إيه إن دوري القسم الثاني فيه كنوز وجواهر هنفتش عليها من خلال يعني مرسلينة ومن خلال فريق العمل في كورا بلس وهننقولها لحضراتكم علشان نوريكم قد إيه إن الدوري ده فعلاً منجم دهب لكل الفرق اللي عايزة لعيبة سوبرستار مش بس من برا مصر ومش بس لعبين أجانب أهم اللعبين اللي انتقلوا من القسم الثاني للدوري الممتاز نادي إنبي عمل صفقات كتير منها سيف الخشاب مدافع سبورتنج أحمد كلوشا مدافع النصر علي أبو طال لعب وسط دامنهور وصلاح زايد لعب وسط دي كيرنس سيراميكا كليو باترا عمل صفقات أيضاً من دوري القسم الثاني منها أحمد الأرموتي جناح السويس محمود زلاكا لعب بترول أسيود عمرو جلاوة من بورتو السويس عبد الرحمن السكران من بتروجيت جاتس أرثر من منتخب السويس سموحة كمان عمل صفقات من القسم الثاني أحمد حسين من نادي النصر محمود المالك من أبو إيرلي الأسمدة محمد عصام من لافيين كمان الاتحاد السكندري عمل صفقتين من دوري القسم الثاني حازم الشامي من بايونير وأحمد عيد من الأولمبي وأخيراً طلاقع الجيش عمل أكتر من صفقة منهم جلال الشرقوي من دامنهور أدهم حامد من النصر وللبنك الأهلي محمد دياب من مدافع